المشروع اللي احنا فيه دلوقتي عبارة عن كبري او محور طريق رابط بطول حوالي 20 كيلو رابط ما بين الطريق الصحراوي الشارع والطريق الصحراوي الغربي المسافة اللي احنا بنشتغل فيها دلوقتي او اللي واقفين عليها دلوقتي كبري النيل العلوي على الكبري النيل الكبري ده طوله حوالي كيلو ومية ومية متر بيشمل عدد اتنين فتحة ملاحية كل فتحة فيهم حوالي 120 متر فتحة 2 تنين حوالي 70 متر الكبري ده بيربط ما بين الضفة الشرقية والمناطق الصناعية غرب النيل والمناطق الصناعية والضفة والمناطق الصناعية شرق النيل هو غربها حاليا احنا على كبري النيل وصلنا لنسبة التنفيذ حوالي 90% وتزيد موعدنا ان شاء الله مع سيادة الرئيس وحسب الوعد بتاعنا نحن هنخلص المشروع على اول شهر 3 اهمية المشروع بالنسبة لبلدنا انه هو وفر لفرص عمل للاهالي المنطقة ربط طريق الشرقي او المناطق الشرقي للتكتلات السكانية في غرب النيل بشرق النيل خلاق لمناطق صناعية جديدة خلاق لمجتمعات عمرانية جديدة ربط للمناطق الاسرية اللي احنا كنا بنضطر ان احنا نلف اما من محافظة اسيوط اما من محافظة السهاج عشان خرطر نوصل لها فأثر المسافة بين المناطق المختلفة دي المشروع ده مرحلتين مرحلة الاولى ربط طمين العلوى عن نيل والسكان حديد وطبع مرحلة الثانية غرب السكان الحديد وهذا المشروع بيربط السحراء الشاري بالسحراء الغربي السحراء الشاري اللي هو طبعا من اهم من ذات هذا المشروع فعلا انه بيربط محافظتين مختلفتين ببعض اللي هو محافظة أرسود في الشرق ومحافظة سوايك في الغرب طبعا الكوبر ده فيه كتقدات كتير جاتي اللي اتأخر مدة tooth طبعا هو اتأخر لعوائق خارجنا يعني انه طبعا فيه تقطعات كتير فيه نزع ملكية كتير طبعا اراضي طبعا مشروع ده كان من 7 سنين طبعا فالأسعار طبعا في الزيادة فطبعا الأسعار دلوقتي الأراضي الأسعار من 7 سنين غير الأسعار دلوقتي فسعدت الرئيس تكرم حضرته وخلصتنا كل المشاكل دي وطبعا نشكر ساعة الوزير طبعا نكرر كذا زيالة وربعة خلصتنا كل العوائق